بسم الله الرحمن الرحيم معكم في هذه الفترة نتناول التطورات التي تحدث في مصر الآن نحن أمام استحقاق رئاسي جديد نحن أمام انتخابات رئاسية جديدة هذه الانتخابات فيها أربع مرشحين عبدالفتاح السيسي حازم عمر دكتور عبدالسند يمامه وأيضا فريد زهران هؤلاء الأربعة تنافسوا نزلوا إلى الشارع أصدروا بيانات تحدثوا منذبوهم الرئاسيون نزلوا أيضا حضروا مؤتمرات وشرع رؤية وبرامج كل من هؤلاء المرشحين اليوم كان المشهد مثيرا كان المشهد جاذبا كان المشهد يعبر عن مرحلة جديدة لها بالتأكيد أسبابها ولها بالتأكيد رؤاها وأطروحاتها المستقبلية أعتقد أن كل مصري يشعر اليوم بالفخر يشعر أنه أمام شعب متحضر أمام واقع مختلف أمام رؤية لديها من الفكر ومن الطرح ومن الوعي بما يحدث على أرض الواقع نحن نواجه الآن تحديات غير عادية يستطيع أي مواطن أن يدرك هذه التحديات مش مشكلة تستطيع أن تقرأ المشهد أمامك هنا حيث الشمال الشرقي حيث المؤامرة التي تحاك ضد مصر حيث قضية التهجير التي تشغل ذهن القيادة السياسية والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة محذرا ومنذرا ومؤكدا على أن تصفية القضية الفلسطينية خطر وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية أو الأرض الأردنية مسألة أخطر من كل أمر ومن كل قول على كل حال عندما بدأت الانتخابات الرئاسية تدق أجراسها وبدأنا نرى اللجنة أو الهيئة الوطنية للانتخابات تتحدث وتعلم في مؤتمر صحفي بدء العملية الانتخابية هناك من تصور أن الأمر قد لا يمضي بالطريق المعتاد هناك من تصور أن نسبة الإقبال ربما تكون ضعيفة ولكن الحقيقة الشارع المصري دائما ما يفاجئ حتى صناع القرار اليوم لزدحم الشديد أنا كنت الصبح العاية رح في أحد اللجان في ستة أكتوبر وأدلت بصوتي ساعة تسعة ونص أنا وجدت الزحم شديد جدا دخلت بيسر وسهولة قابلت القاضي كل حاجة جاهزة كل حاجة ميسرة كل حاجة سهلة الملاحظ في الوقت ده أن رجال الشرطة المصرية هم المتواجدين على اللجان بشكل كبير وبشكل فاعل وبشكل منتظم اللجان الانتخابية ما فيش شكوى أن حد من القضاة تأخر أو حاجة يعني لجنة تعطلت لا تسعة يعني تسعة الحقيقة كان فيه انضباط شديد جدا وكان فيه جمهور واعي وكان فيه ناس حريصة على أنها تدلب أصواتها اشتركوا في القناة